بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وإيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في درس متعلق بالفقه ودرسنا بإذن الله تعالى عبارة عن إثراءات ثلاثة نقف وإياكم بإذن الله تعالى مع الوحدات المتبقية ونراجع وإياكم هذه الوحدات والدروس بطريقة شيقة ممتعة بإذن الله تعالى فكونوا معي بارك الله فيكم إذن على بركة الله تعالى درسنا الإثراءات ثلاثة نبدأ الإثراءات مع الوحدة السالسة ومع السؤال الذي أمامكم اقرأ شروط الإجارة بتمعن ثم بين الحكمة من كل شرط منها هنا عندنا معرفة العين المعقود عليها والغرض من الاستئجار هنا ما الحكمة من هذا الشرط؟ الحكمة لنفي الغرار عنها نأتي إلى هذا الشرط معرفة الأجرة الحكمة من هذا الشرط لنفي الغرار عنها وقاطع الخصومة إذن هذا جواب هذا السؤال نأتي إلى سؤال آخر هنا الشرط الذي بعده أن تكون المنفعة مباحة وغير محرمة ما الحكمة من اشتراض هذا الشرط؟ هنا كي لا يكون فيه تعاون على الإثم والعدوان هنا أيضا شرط رابع القدرة على التسليم والحكمة من هذا الشرط هو حتى يتمكن المستأجر من الاستفادة من العين المؤجرة أيضا الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذولا له بتصرف فيها والحكمة من هذا الشرط حتى لا يتم التصرف بأموال الناس وأكلها بالباطل هنا سؤال آخر يجوز لمن ملك منفعة أن يؤجرها على غيره وإن لم يكن مالكا للعين ويسرط لذلك شرطان ما هم الشرطان نعم الأول أن لا يكون المؤجر الأول قد سرط عليه أن لا يؤجره الثاني أن يكون انتفاع المستأجر الثاني بالعين المؤجرة بقدر انتفاع المستأجر الأول أو أقل نأتي إلى سؤال آخر ميز بين الحالات التي يضمن فيها الأجير والحالات التي لا يضمن فيها الأجير هنا التي يضمن فيها الأجير الأجير الخاص إذا تعدى أو فرط وهنا الأجير المشترك إذا تلف بفعله أو فرط وتعدى أما الحالات التي لا يضمن فيها الأجير الخاص إذا لم يتعدى ولم يفرط والأجير المشترك إذا لم يتلف بفعله ولم يفرط أو يتعدى نأتي إلى سؤال آخر ما القول في حكم الإجارة على الطاعات هنا عندنا الأجر على الطاعة هل هي محرمة أو مباحة هنا تفصيل القول أولا إذا كانت تلك الطاعة لا تقبل النيابة فلا يجوز الاستئجار على فعلها كالصلاة لا يصلي أحد عن أحد هنا نأتي إلى أيضا ثانيا الاستئجار على الإمامة أو الأذان كان يأتي إمام يقول لجماعة مسجده أنا لا أصلي بكم إلا إن أعطيتمون ألف ريال في الشهر فهذا لا يجوز إلا عند الاضطرار إلى ذلك كأن لا يجد أحد يتفرغ للإمامة أو الأذان إلا بأجره وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجره ولكن يجوز له أن يأخذ رزقا من بيت المال وهو المكافأة أو الراتب من الدولة كأخذ الأئمة والمؤذنين مكافأة من وزارة الشؤون الإسلامية وكذلك يجوز له أن يأخذ من وصية أو وقف مخصص لأئمة والمؤذنين بخلاف الأجره من المصلين إذا هذا ما يتعلق بهذا التفصيل أيضا هنا ثالثا الحج إذا كان واجبا على العبد وهو مستطيع ببدنه وماله فلا يجوز له أن يستأجر من يقوم به عنه بل يجب عليه أن يقوم بالحج بنفسه أما إن كان مستحبا أو كان عاجزا ببدنه قادرا بماله فإنه لا بأس بالإجارة على فعله ولكن لا يثاب من يقوم بالحج إلا إن كان قصده الأجر أما إن كان قصده المال فلا ثواب له إذن عليه أن يكون قصده الحج نأتي لهذا أيضا رابعا الأعمال التي تجوز فيها النيابة كإخراج الزكاة وتوزيعها على مستحقيها وبناء المساجد كل هذه لا بس بالاستجار عليها نأتي إلى سؤال آخر ووضح بعضا من حقوق الأجراء والعمال التي حث عليها الإسلام مع الاستدلال على ذلك من السنة هنا عدم احتقار الخادم أو التعدي عليه أيضا ثانيا إعطاء الخادم أجرته وعدم أكل ماله بالباطل كذلك أيضا الشعور بحاجتهم من مطعم وملبس وتوفيرها لهم أيضا التآخي بين المسلمين هنا نأتي أيضا إلى الأدلة على هذا الأمر هنا معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسهم مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينهم أيضا قوله أيضا صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو نقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه أيضا هنا الحديث الآخر الذي معنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أن الله قال ثلاثة أن خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره وإضا قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هنا ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهذه أحاديث عظيمة في هذا الباب هنا سؤال آخر حدد نوع عقد الإجارة ومتى ينفسخ عندنا عقود نريد أن نحدد نوع كل منها عقد الإجارة عقد اللازم عقد اللازم للمؤجر والمستأجر هنا ينفسخ بتعذر استفاء المنفعة المعقود عليها انتهينا من هذه الوحدة ننتقل إلى الوحدة التي بعدها وهي السابعة ثم مع السؤال الذي أمامكم ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة المناسبة وصح عن خطأ إن وجد هنا عندنا العبارة الأولى لم تكن المسابقات موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل هي خاطئة أم صحيحة؟ الجواب هنا خطأ لا يمكن المسابقة إلا بقمار هل هذا صحيح؟ الجواب خطأ المسابقات التي تعقدها إدارة المجرسة أو الوزارة لحفظ القآن الكريم لا تعد من قمار؟ الجواب نعم صحيحة نأتي بعد هذا ما الحكمة من إباحة المسابقات؟ هنا الجواب الحكمة ما من حكم شرعي إلا وله حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها وهنا حكم الأولى التنمية العقلية والبدنية للجسم فالمسابقات المشروعة فيها تقوية للعقل وقد ذكر الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فيها إجمام وترويح للنفوس وكذلك فيها إظهار لسماحة الإسلام وسعته ويسره فهذه كله حكم عظيمة لأجل ذلك شرع الله تعالى هذه المسابقات وأباحها هنا سؤال على ضوء الدراسة لأحكام المسابقات أجب عن الآتي هنا بيّن شروط جواز المسابقات هناك شروط معتبرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى متعلقة بالمسابقات هنا أن لا تشغل عن واجب عن صلاة أو غيرها أيضا من هذه الشروط الثاني أن لا تضمن معصية فأيضا من هذه الأسئلة على ضوء الدراسة لأحكام المسابقات أجب عن الآتي دفع الجوائز في المسابقات لا يخلو من أربع صور أذكر هذه الصور مبينا الجائز منها والمحرم الآن نأتي وياكم على هذه الصور ونبين الجائز منها من غير الجائز هنا دفع الجوائز في المسابقات المباحة دفع الجوائز لا يخلو من أربع صور الأولى أن يكون باذل الجائزة هو الحاكم هو الحاكم أو جهاز من الدولة كإحدى وزارات أو في مدرسة كذلك الثاني أن يكون باذل الجائزة طرفا خارجيا متبرعا الثالث أن يكون باذل الجائزة أحد المتسابقين في هذه الصورة الثلاث لا بأس من بذل الجائزة ومن فاز أخذها ولا يدخل ذلك في القمار المحرم أما الرابع أن يكون باذل الجائزة جميع المتسابقين سواء كانوا اثنين أو أكثر على أن من غلب منهم فهي له فهذه الصورة محرمة على الراجح من أقوان الفقهاء لماذا؟ لأنها مشابهة للقمار المحرم نأتي بعد هذا إلى سؤال آخر بالتعاون مع زمينك أذكر أربعا من المسابقات التي تقيمها الدولة على المستوى المحلي والدولي هناك مسابقات في هذه الدولة في كتاب الله جل وعلا منها مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ كتاب الله تعالى وأيضا مسابقة الملك سلمان المحلية وكذلك أيضا مسابقة الأمير نايف لحفظ السنة النبوية وكذلك المسابقة الدولية العسكريين فهذه مسابقات في هذا البلد المبارك بحمد الله تعالى نأتي بعد هذا إلى سؤال آخر بين معنى اللقطة في اللغة والاستلاح هنا في اللغة اللقطة في اللغة الشيء الملتقط مأخوذ من اللقط وهو الأخذ والرفع أما الصلاحا فهي مال فقده صاحبه وجده غيره هذا تعريف اللقطة في اللغة والاستلاح ثم هذا السؤال الذي أمامكم وضح أنواع المال الملتقط وحكم كل نوع من هذه الأموال هنا نأتي على المال الذي يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه فهذا يجز أخذه ولا يجب تعريفه نأتي إلى النوع الثاني المال الذي لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا لا بأس بأخذه ولا يجب تعريفه نأتي الذي بعده هنا المال الذي لم يتركه أصحابه وتتبعه همة أوساط الناس هذا له صورتان الأولى الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع فهذا لا يحل التقاطه أما هنا نأتي المراد بهذا المصطلح هنا مصطلح اللقطة المتعلقة بالحرم ما المراد بهذا المصطلح؟ المراد بالحرم أولا حرم مكة شرفها الله تعالى وقد خص الله تعالى بخصائص كثيرة فضله على بقاع الأرض كلها من ذلك أنه لا يحل أخذ اللقطة التي في الحرم إلا لمن أراد حفظها وتعريفها ولا يملكها أبدا فإذا وجل صاحبها صاحب اللقطة وإلا فإنه سلمها للجهات المسؤولة الدليل على هذا أيها الطلاب والطالبات قول النبي صلى الله عليه وسلم وَلَا تُلْتَقَطُوا اللُّقَطَهِ إِلَّا لِمُعَرِّفِ يعني يعرف هذه اللقطة وعن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللقطة للحاج لكن هذه الأفضل ياها الطلاب أخذوا هذه اللقطة من الحرم لتعريفها أو تركها الجواب إذا لم يخشى واجد اللقطة عليها فالأفضل له تركها وأما إن خشي عليها فإنه يأخذها ويعرفها فإن استطاع الوصول إلى صاحب المال كأن يكون رقمه أو رقم فندقه موجودا مع اللقطة أعطاها له وإلا فالأفضل أن يعطيها الجهة المسؤولة عن الأموال الضائعة لأن من فقد مالا فإنه يأتي لهذه الجهات ويجدها بإذن الله تعالى عندهم نأتي أيها الطلاب بعد هذا إلى الوحدة الثامنة والسؤال الذي معنا على ضوء الدراسة أيها طلاب والطالبات لأحكام الجناية على النفس بين الأحكام المترتبة على القتل العمد ما الأحكام المترتبة على القتل العمد في حق الله تعالى هنا الوعيد الشديد المترتب على هذه الجريمة ولا يسقط هذا الحق إلا بالتوبة الصادقة هنا نأتي فيما يتعلق بحق أولياء الدم في قتل العمد هناك حق لهم وهو القصاص أو الدية أو الثالث العفو مجانا نأتي إلى سؤال آخر أيضا في حق المقتول ما الأحكام متعلقة بحق المقتول في قتل العمد هنا حقه لا يسقط ولو عفى أولياء الدم أو اقتصوا من الجاني فللمقتول أن يستوفي حقه يوم القيامة من حسنات القاتل وقد يتفضل الله جل وعلا على القاتل إذا تاب فيعوض المقتول تكرما منه سبحانه وتعالى نأتي هنا إلى هذا السؤال استدل من القرآن والسنة على أن قتل النفس الانتحار من كبائر الذنوب هنا معنا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم وأيضا قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأيضا الحديث الذي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وكذلك قوله ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وكذلك قول الله تعالى في الآية الكريمة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم هذا كله يدل على عظم هذا الأمر وأن المرأة يحذر كل حذر من أن يقع في هذه الورطة العظيمة وبيّ العلماء أن مراد بقوله خالدا مخلدا فيها أبدا أي أنه يستحق هذا الجزاء ولكن الله تعالى تكرم على عباده الموحدين أنه لا يخلدهم في النار كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا ما يتعلق بجواب هذا السؤال ولنأتي إلى سؤال آخر أيها الطلاب والطالبات وضح الفرق بين القتل شبه العمد والقتل الخطأ بينهما فروق لا بد من بيانها والتمييز بين هذين النوعين هنا أولا من جهة التعريف القتل شبه العمد تعريفه أن يقصد الاعتداء على آدمي معصوم بآلة لا تقتل في الغالب فيموت بذلك إذن هنا قصد القاتل الاعتداء نأتي إلى الخطأ هنا أن يفعل الشخص فعلا مباحا له فيصيب آدميا معصوما فيقتله فهنا قصد الاعتداء وأما الخطأ فلم يكن هناك قصد للاعتداء نأتي إلى هذا السؤال وضح الفرق بين القتل شبه العمد والقتل الخطأ من حيث الأحكام المترتبة على كل منهما أحكام مترتبة على الخطأ وعلى شبه العمد هنا شبه العمد ترتب عليه وجوب الدية المغلضة وكذلك وجوب الكفارة على هذا القاتل أما الخطأ فالدية المخففة والكفارة نأتي إلى سؤال آخر فصل القول فيما يترتب على الجناية على مدون النفس في حالتي العمد والخطأ هناك أمور متعلقة بهذه الجناية الجواب أيها الطلاب ما يترتب على الجناية على مدون النفس الأطراف يعني العين أو الأنف أو اليدين أو غيرهما أول إذا كانت عمدا الجناية عمدا فالمجني عليه مخير بين أمور ثلاثة الأول قصاص بشرط تحاقق المماثلة في الإسم والموضع وأن يؤمن عند الاستفاء من الحيف والدليل قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية هنا نأتي وإياكم إلى الطلاب إلى الثاني وهي الدية وهي كما يلي في الأطراف الدية في الأطراف تقسم بحسب عدد الأطراف من الجنس الواحد فما في البدن منه عضو واحد كاللسان مثلا فهنا الدية فيه كاملة وما في الإنسان منه عضواني كالعين والأذن واليد ففي الواحد منه نصف الدية وما في البدن منه ثلاثة ثلاثة فكالمنخري ففي الواحد ثلث الدية وما في البدن منه أربعة كالجفن ففي الواحد منه ربع الدية وما في البدن منه عشرة كالإصبع ففي الواحد منه عشر الدية هنا أيضا نأتي إلى دية المنافع في كل منفعة دية نفس كاملة إذا ذهبت كلها فإن نقصت المنفعة فتقدر الدية بمقدار النقص فلو ذهب نصف السمع بالجناية ففي ذلك نصف الدية هنا نأتي إلى ثالثا دية الشجاج والجراح هذه الدية تختلف بحسب عمق الجرح ومحله في السن الواحد مثلا خمس من الإبل أي ما يعادل خمسة عسر ألف ريال مثل ذلك في الموضحة وهي الجرح في الرأس أو الوجه حتى يوضح العظم حتى يبين العظم من هذه الإصابة وفي الجائفة وهي الجرح في البطن أو الصدر إذا وصل إلى الجوف ففي هذا كله ثلث الدية ثم الثالث متعلق بهذا العفو مجانا بلا قصاص ولا دية هذا جواب هذا السؤال نأتي أيها الطلاب إلى إذا كانت الجناية خطأ ترتب عليها أولا المجن عليه مخير بين أمرين إما الدية وإما العفو إما يأخذ الدية وإما يعفو مجانا ويكون عند الله أجله وثوابه هنا نأتي أيها الطلاب إلى بعد ذلك ختام درسنا بحمد الله تعالى بعد أن وقفت وإياكم على أسئلة ممتعة وإطراءات نافعة متعلقة بهذا المقرر المبارك وكذلك أتيت وإياكم على وحدات ودروس نافعة أشكر لكم أيها الطلاب والطالبات طيبة المشاهدة وحسن المتابعة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته